رجعنا لكم في الفقرة التانية من حلقة النهاردة الفقرة اللي اتأخلت شهرين ثلاثة لان في ناس كتير جدا كانوا بيكلموني عايزين يتكلم عن الشهر عايزين نعرف ايه اسباب مشاكل الشهر وازاي ايه اللي نعمله عشان ما يوصلش لمشاكل الشهر عادت ضيفة دور عليه شهرين ثلاثة لان انا كنت مختاره عشان اوصله بقى وصل لرقم تليفونه والموضوع خدني مجود جبير جدا لان هو بصراحة يستاهل ان احنا ندور عليه طيب نخش على طول في موضوع الشهر واتعالا نرحب بضيف وضيفكم النهاردة دكتور صفت محمد ردونال عطار مديم عام شركة بروسيت فارما دكتور صفت صبع الفل انا طبعا حبيت اقولك اسم الرباع انا ما عارفك اسمك صفت العطار انا شكرا اتوحشنا انا اكتر تارفعنا بنات دي مش 12 بقى اه بنات ما يقرم من 15 سنة صفت صفت عليك تكتور صفت الفقرة تاعت النهاردة دي بصراحة الناس هي اللي اخترتها طيب فقرة دي من فترة تقولي قوي تعرف موضوع الشعر ده وخاصة عند السيدات والله ورجالة كمان ستات ورجالة بالزمان طيب احنا من احنا من التكلم على الشعر عايزين اول نعرف يعني ايه كلمة شعر او مفهوم الشعر انا بشكرك جدا على المقدمة ديت وفعلا عندك حق يعني من اكبر المشاكل اللي ناس بتوجهها سواء ستات او رجالة هي مشكلة الشعر والمشاكل من تساقط لتالف لمشاكل كتير جدا يعني بس اول حاجة زي ما انت قلت كده ان احنا ضروري الاول نعرف سبب المشكلة او نعرف العضو اللي احنا عايزين نعالجه اللي هو الشعر او تركيبته بالزبط هو الشعر الشعراية الواحدة لو جينا نبص لها هتلاقيها متكونة من مجموعة طبقات فبنيجي نشوف الكورتكس اللي هو قلب الشعراية تمام وبعد كده المضلة والجزء الخارجي اللي هو بيسموه الكيوتيكل او الحرشيف تمام بالزبط لو جيت بص للشعرية بالشكل اللي انا بقوله دوت كأنك بالزبط باصل لجزع نخلة صح بالزبط فتلاقي الشعرية من جوه عبارة عن انابيب ماشية مع بعضها بتوصل في الاخر ان هي عبارة عن كيراتين او بيبتايد لينك تمام الانابيب دي ممسوكة مع بعضها ببونز او روابط تمام فيه ثلاث انواع من الروابط في الشعر نفسها تمام بتمسك الانابيب دي مع بعضها ربطة هيدروجين بونت وفيه سالفايد بونت وفيه سولد بونت تمام الروابط دي اكتر ربطة بتأثر في نوع الشعراية اللي هي السالفايد بونت يعني مثلا ايه الشعر المجاعد تلاقي السالفايد بونت كتير عنده الشعر الناعم السالفايد بونت بقى قليلة تمام فعشان كده بتلاقي انواع الشعر مختلفة شوية ازاي شعر مجاعد شعر افريقي شعر خليني قبل من روح في انواع الشعر تمام انا المعلومة اللي جاتلي عن حضرتك ان انت كنت قعدت فترة في احدى دول العربية الامارات تمام يعني هل المشاكل بتختلف باختلاف البيئة؟ المشاكل بتختلف اختلاف البيئة على اساس اختلاف الجو جو يعني اذا الجو بالزبط عوامل الجو من ضمن العوامل اللي بتأثر على الشعر نقول الجو يعني الرطوبة العالية بتأثر على الشعر التعرض للشمس الشديدة او الشمس المباشرة بتأثر على الشعر البليوشن او التلوث بيأثر على الشعر الشامبو نوع الشامبو اللي بتخسل به الشعر بيأثر على الشعر الكيميكال سابسنزل بتحطها بقى يعني لو انت بتحطت اي مواد كيميائية على الشعر سواء بلسم او سواء مواد فردة او اي حاجة بتأثر على الشعر استخدام الاستشوار او المكوى او فرد الشعر ده بيأثر برضو على الشعرين تمام خلينا بقى نرجع لانواق الشعر تمام تمام فضل فضل لو جينا نقسم الشعر الشعر ممكن بتقسم بطريقتين حسب الشكل او حسب طبيعة الشعرية نفسها فلو قلنا تبع الشكل هتلاقي في منه اربع انواع في الشعر الستريت اللي هو الشعر الناعم تمام وفي الشعر الويفي اللي هو بيبقى فيه كسرة بسيطة كم وفي الشعر الكيرلي اللي هو بيبقى فيه كسرة بس فتلته بيسموها نعمة بس كسرة بتاعته اكبر شوي تمام في الشعر الكنكي اللي هو بيسموه الافريقي تمام وكل نوع من دول في منه تلات انواع يعني تلات درجات الدرجة مثلا لو احنا بيجينا نقول شعر كينكي اللي هو الشعر الافريقي هتلاقي شعر افريقي خشن جدا وقصير وشعر أفريقي خشن بس فيه طول متوسط وشعر أفريقي خشن بس طويل بس الشعراية جفة هو شعر أفريقي عشان بيبقى منتشر في أفريقيا ولا وده اسم لا 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 ده عشان منتشر في أفريقيا لأن دي طبيعة اللي هم البيئة نفسها عشان بيتعرضوا الشمس كتير جدا فطبيعة الشعراية نفسها صعبة أو تبقى ستريت فدورت بقى كومباكت بالشكل ده مضغوطة فدها بيبقى ناشف وخشن والشعر مجعدة وقوية فيه بعد كده الشعر الويفي بتلاقيه برضو أو الكيرلي وده أكتر حاجة تقوم في مصر هنا الكيرلي والويفي تمام طب خليني أسألك سؤال فتاة وإحنا عايزين نقسم الحلقة بتاعتنا حاجتين عايزين نقسم إيه الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها علشان نحسن ونمنع المشاكل اللي بتحصل في شعرنا ده الجزء الأولياني هنسميه الوقاية وخلينا أخذ الجزء التاني من الفقرة بتاعتنا النهاردة لو حصلت المشكلة أو أنواع المشكلة وإزاي نتعامل معها خلينا نتكلم في الجانب الوقاية بقى هو القبل ما أقول الجانب الوقاية هضيف بس نقطة تانية إن فيه أربع تأسيمة تانية للشعر حسب طبيعته فيه شعر دهني تمام وفيه شعر جاف حلو وفيه شعر العادي وفيه شعر مختلط هو مين بقى اللي بيحدد التأسيمة دي يعني أنا كمواطن عادي أقول إن شعر ده دهني أه بسهولة تقدر تعرفه طب زي بها الشعر الدهني على سبيل المثال بتلاقي إنه هو سهل التسريح يعني شعراية سهلة التسريح ما فيهاش صعوبة أو في التسريح بس مشكلتها هتلاقي فيها دهون كتيرة وتلاقي صاحبها دايما بيعني من إشرة لإفراز الدهون عنده عالي تمام فسواء راجل أو ست هتلاقي عنده المشكلة دي بتبان أكتر في الستات بالذات لما تبقى محجبة أو كده بيبان أكتر إلي التسريح الشعر تمام فالشعر الدهني علشان تحافظ عليه ضروري يتغسل كويس اللي عنده شعر دهني أو بيعاني من شعر دهني ضروري يشرب مياه كتير في الوقت بتربط ما بين طبيعة البشرة والوقاية الشعر والوقاية والوقاية في نفس الوقت عشان إنه بقى ربطين ما نتوهش من بعد في الموضوع الشعر الدهني بيبقى عايزة يتصرح كويس من الجزور من الجزوره لغاية أطرافه علشان أفرد المادة الدهنية اللي بيفرزها تفرزها فروة الراس لأنه كل شعراية بتبقى فيه غدة دهنية تحتها من تحت الجلد بتفرز مادة دهنية طبيعية تمام عشان كأنها بتلين أو تطري الشعراية تمام فدي بتبقى عند البشرة الدهنية أو الشعر الدهني كسيفة جدا إفرزها كتير جدا فبيأثر بشكل كبير ده الشعر الدهني ده الشعر الدهني تمام وده يمكن أكتر غالبية الناس بتتأثر منه هل فيه نسبة بتقول مثلا الشعر الدهني المثل الدي ايه والشعر الجافي المثل الدي صعب لأنها بتختلف لأن فيه بعض حاجات هيرمونال ديستيربنس أو اضطرابات هيرمونية دي اللي بتزود الإفراز في فترة الشباب بتلاقي فترة إفراز الدهون أكتر فممكن الشعر يختلف بمراحل السنية طيب خلاص إحنا نروح بقى للشعر الجاف نجي للشعر الجاف هتلاقي ده طبيعته الأول عشان تعرفه هتلاقي صعب تسريحه وصعب وشعر هايش أطرافه يعني يبقى سميك من جنب الفروة تمام وضعيف من الأطراف تمام فده الشعر الجاف تاني حاجة تلاقي فاقد اللمعان مفهوش خشن جاف تمام ده صاحب الشعر ده وتلاقي يعني مهم شوية بيخسل الشعر كتير على اساس أنه يحافظ عليه فطبعا بتحافظ عليه إنها تغسله كتير فبتبق يعني بتجهد الشعرية إذا نحن نقول إن غسل الشعر كتير ده مصح وصح بزرط ما بيسخدمش مرتبات في نقطة مهمة قوي أحب السادة المشاهدين يعرفوها إن بعد غسيل الشعر بالشامبو مفروض تستخدم بلسم بلسم ده مهم جدا زي بالزبط المتجي تعتني بالبشرة بتعمل ميكب رموفل بتحط بعديه تونر علشان تقفل المسان يعني بتشيل الميكب 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 بتاعك فضروري حط تونر أو مادة بتقفل المسان تمام ده نفس الكلام بيحصل في الشعرية أنا لما بخسل الشعرية عشان أن أنضفها بفتح الكيوتيكال بتاعة الشعرية لو سبتها الشعرية هتبقى هيشة وخشنة تمام ضروري أستخدم بلسم أو أقفل الكيوتيكال مرة تانية فأخلي الشعرية نعمة وسهلة التسريح حلوة فدي مهمة جدا بحافظ فيها على الشعرية دعموما دعموما وده نتيجة كسرة استخدام الاستشوار الاستشوار اه الاستشوار أو البيبيلس اللي بسموها بيبيلس اللي هي مكوة الشعر ده ليه لأنك أنت أولا ما بتصرحش الشعر كويس فبتبقى دهنية فروة الراس وخشنة من الأطراف يعني إذا نقول بانت استخدام الاستشوار كتير ده كلام مش مزمونا طبعا لأن الحرارة هي اللي بتأثر على كفاءة الشعرية تعرف زمان كنت بشوف كده السيتات طريقة الفرد الشعر بس ما فيهاش استشوار ده أفضل بالزبط يعني بعيد عن الحرارة هاي بالزبط بس طبعا ما بتبقاش قسق يعني بتاخد وقت انما لستشوار كانش لسه اختاره التكنولوجيا كل ما بتطلع بتبوز بتجيب تعب أولا مش التكنولوجيا نقول سوق الاستخدام والأبيوز الإفراط في التكنولوجيا بيجيب نتيجة عكسية بالزبط لا تدال في كل شيء بعد كده الآخر نوع الشعر اللي هو الشعر العادي ده شعر ما فيش فيه أي مشكلة خاصة تمام النصيحة اللي بقولك عشان نعاني يعني نحافظ بيها على الشعر أهم حاجة الاعتدال في غسل الشعر بالشامبو تمام أهم حاجة نوع الشعر ممتاز نوع الشامبو كويس تمام بس حقيقة الفترة اللي فاتت مش عارف هل ده حقيقة ولا لا ظهر البروتين والكرياتين وخبال ستك هل ده 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 حاجات صحية للشعر يعني أنا بحقيك عليه لأنه فعلا أولا دي الموضة دلوقتي معلش بس أنا افتكرت حاجة مهمة جدا فترة عشان أقفل لحتة بتاعة الوقاية وبعد كده هروح تلي كرياتين تمام هل فيه أجزية معينة بننصح بيها المواطن اللي بيتفرج علينا اللي يأتي أو المشاهد علشان يحافظ على شعره بص فيه نقطة مهمة قوي إن الشعر ده جزء من الجسم تمام فبيتعرض لنفس يعني لو نقص فيه الواحد ما بيأكلش سلطة أو خضار أو فاكهة أو ما بيأخدش الفيتامينات المطلوبة والأملاح والمية كويس بطريقة كويسة ومزبوطة هتلاقيه بيعاني زي ما الجسم كله ما بيعاني تمام يعني الناس كلها بتعتني بالبشرة علشان بيحصل جفاف تجعيد حاجات زي كده ده برضو نفس الكلام بيحصل للشعر هاي فالطبيعي إن أنا ضروري أعتني بالشعر برطبه بستخدم مرطبات للشعر تمام الفيتامينات معظم الناس معتقدة إن الفيتامين أنا ممكن أحطه على الشعر من فوق هو الشعر من فوق ينفع في حالة واحدة بس اللي أنا بدلك فروة الراس تمام نمع الشعرية نفسها ما بحصلش منتصاص لأي فيتامينا تمام الفيتامينات بيتتاخد عن طريق الفم هاي طيب خلينا نروح بقى للكرياتين والبروتين لسبق بسيط جدا عارفه هو نعرف فضلناها تلات داية تغير؟ تمام وليأ مني برضو نفرق بين الكرياتين والبروتين لأنه دا منتشر جدا أنا هقولولك ببساطة إن الكرياتين والبروتين هم أمينو أسد بس الفرق إن الكرياتين دا من حوافر الحيوانات وجلدها فكان يحفظ بالفورمالدهايت الكرياتين الكرياتين من الحوافر دا البروتين هو له مصادر كتيرة مصادر حيوانية ومصادر نباتية وفي منه عن طريق الحرير والكافيار وكده دا عنواع البروتين البروتين الكمصدر بيبقى زي أمينو أسد بإضافة فيتامينز وزيوت عشان تحافظ على الشعر البروتين ما فيهوش فورمال دهيت فيه مواطع حافظة تانية غير الفورمال دهيت يعني البروتين أحسن من الكريات أفضل عشان الفورمال دهيت هي المشكلة عشان الفورمال دهيت لأن الفورمال دهيت هو اللي بسبب مشاكل الأفضل أنواع البروتين اللي ممكن أي حد يستخدمها هو النانو بروتين النانو بروتين أصغر من أي جزيء بروتين عادي مليون مرة تمام فأنت عارف أن طبعا كل ما صغرنا البرتكل سايز أو المولوكيولز الجزائيات صغرت كل مكان انتشارها داخل الشعراية أسرع معنى ذلك أن نقول لأستاذ المشاهدين لما تروح عند حد متخصص في البروتين تسأله عن نانو بروتين نانو بروتين بالضبط وموجود موجود ميزة النانو بروتين في حاجة مهمة جدا أقولها لك باختصار أنه أولا بيحافظ على نظارة الشعر بيحافظ على الشعراية بيحاول أي شعر المتقصف بيعالك الشعر المتقصف لو فيه أي تأصيف أي حاجة زي كده بيحاول يرمها مرة تانية بيبقى نوع من أنواع الترميم في نقطة تانية مهمة جدا أحب أضيفها للسادة المشاهدين بالنسبة للموضوع ده أن معظم الناس تيجي تقولك أنا استخدمت بروتين أو كيراتين والشعر وقع ده بيحصل في حالة واحدة بس لو كان بيستخدم حاجة قلوية أو كوية يعني في بعض مدارس للفرد الشعر بتستخدم مواطق كوية فدي توقع الشعرها نفسها تمام فإنما البروتين آمن من الناحية تمام بص أقولك الحاجة أولا هي الفقرة دي تأخرت 10 سنين ليه 10 سنين عشان بالتأكيد لو قبلتك من 10 سنين بالتأكيد كنت هتم بشعر أكتر من كده هتم أكتر من كده الحاجة التانية بص أقولك على إحساسي وأعتقد أنه إحساسي ده المشاهدين إحنا محتاجين ودي أقل نظامها معاك أن إحنا محتاجين الكلام ده يبقى بصورة عملية يعني إزاي؟ يعني إحنا محتاجين حاجة عملية تتعمل يعني دائما أحب بربط ده من الجانب النظر عندي بالجانب العمل هارفت المحرك ببعض البرنامج إزاي نترجم الكلام اللي تقالي النهاردة ده بصورة عملية طبعا لو سمحتني إن شاء الله خليني أقولك أنا متشكر جدا وحزين جدا أن أنا شفتك بعد عشر سنين من المفروض كنت أشوفك فيه ولكن أحاول أحافظ على الجزء اللي بقى من شعري في نهاية الفقر التانية برنامج النهاردة أحب أشكر ضيفي وضيفكم الدكتور صفة العطار مدير عام شركة بروسيد فارم الشركة المتخصصة في المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر وشكده أنا جبته النهاردة صحيح جدا؟ والبشرة والبشرة كبير خلونا بقى نستعد للفقرة الثالثة لأن الفقرة الثالثة دي بقى إيه؟ فقرة كلها أكشن كلها حاجات مسيرة وطب أقول لكم على حاجة خلونا نشوف فقرة الثالثة تبعي فاصل ونواصل شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة